على بعض المبدعين المغاربة في القصة القصيرة دريس الخوري زفزاف أيضاً من بينهم إبراهيم بوعلو إذن هؤلاء كلهم اهتموا بالقصة القصيرة من حيث كونها ذات وظيفة اجتماعية المرحلة الأخرى المرحلة التي سننتقل فيها من الموضوعات إلى الفن بما أننا سنشتغل على القصة القصيرة من حيث هي قصة قصيرة أنا لدي ملاحظة فقط بنسبة القصة القصيرة يجب أن نبحث في الآليات الفنية التي تجعلها قصة قصيرة الموضوعات هي شيء عرضي من منظوري لأن الذي يجعل من القصة قصة قصيرة هي سماتها الداخلية أو خصيصاتها النوعية هي أدبيتها هي أدبيتها من الذي يجعل منها قصة قصيرة أما الموضوعات فستتحول القصة القصيرة إلى مقاء لأن السياسة أو إلى غير ذلك فلها لها حواملها الخاصة لها ما يحمي المقال السياسي هو الذي يجب أن يناقش القضايا السياسية المقال الاجتماعي أما القصة فيجب أن تشتغل بما هو فني لأن الذي يجعل منها قصة قصيرة أو قصة أو الذي يجعل من الشعري شعرا أو الذي يجعل من الرواية رواية ليس حمولتها الإديولوجية ولكن فنيتها يعني عناصرها الداخلية التي تجعل منها قصة أو تجعل منها رواية أو تجعل منها شعرا إلى غير ذلك ولا بأس بعد ذلك أن تأتي العناصر الأخرى لأنها تأتي عارضا وليجب أن تكون هي البؤرة إذا شئنا إذن المرحلة الأخرى هي مرحلة ما بعد السبعينيات لماذا مرحلة ما بعد السبعينيات لأن في 1967 بالضبط نهزمت الجيوش العربية كلها أمام إسرائيل فحدثت ما يسمى ما يسمى في الأدبيات التاريخية والأدبيات الاجتماعية بالنكسة حدثت نكسة على مستوى العالم العربي بمعنى أننا كنا نعتبر نظن أن العرب أقوية وأن لديهم من المنعة ومن القوة ما يمكنهم من انتصار الآخر من هزم الآخر هذا الكيان الصغير الذي هو إسرائيل فإذا بهم ينهزمون بسهولة وبالتالي ماذا حدث للمتقف العربي حدثت له أزمة ونكسة فترك كل هذه الأسئلة بمعنى أسئلة فاهتم ونكبع على ما يسمى بعناصر الفنية إذن ابتليح سؤال الذات وسؤال القصة وسؤال جوانب الفنية مكان ما يسمى بسؤال المجتمع وراهنا القصة القصيرة على ما يسمى بجريب معنى تجريب هو الإبداع أنا من منظوري تجريب هو الإبداع بماذا؟ الأدب لا يسمى أدباً إذا لم يكن في إبداع والإبداع كما تعرفون هو الإتيان دائماً بالجديد بمعنى أن هناك نموذج يجب دائماً أن نخرج عليه اللي كي نبدعه وإلا أصبح ما ننتجه مجرد تكرار ومجرد استرداد لأشكال سابقة إذن عموماً يمكن التمييز حتى ألخص يمكن التمييز بين مرحلتين كتابة واقعة بتلاوينها المختلفة وكانت قبل سنة 1970 غالب علت عليها نبرة الانتقاد وإدراج البعد السياسي وعبرت عن ما يسمى الأدب الملتزم الأدب الذي يغني للمجتمع كان القاس حتى ألخص لكم هذه الفكرة كان القاس قبل سنة 1970 أو قبل سبعينيات أو قبل هزيمة حزيران 67 كان الأدب يكتب القصة وينتظر أن يتغير المجتمع من أنه كان يحمل هم التغيير إلى غير ذلك في مرحلة سبعينيات وبعدها فقدت الخطابات السياسية والإيديولوجية والفكر الناصري والفكر القومي إلى غير ذلك فقدت مصداقيتها كلها نظراً للهزيمة كما قلت أو للنكسة فعاش المتقف نوعاً من الغربة على كل الأصعود واتجه نحو الفني والداتي ونحو ما يسمى بالأدبية وعمق تجربة في الدات وفي كتابة القصة وكان يعتبر أن الداتي امتداد للآخر وأدى ذلك إلى الخروج عن المعيار وإلى الخلق ولسيما في ظل ما يسمى بقيام الحداثة التي تبعو دائماً إلى الجديد وإلى اللقاء حينما ننتقل إلى الجانوني بالفنية سأتخذ هذا التقسيم بين القصة الجريبية والقصة الواقعة القصة الواقعة كما قلت قبلها بعد 1870 حدث ما يسمى بالقصة الجريبية سأنتقل تعرفون أن أهم خصائص القصة القصيرة من أهم خصائص هي الخطاط السردية الخطاط السردية تتكون من لحظة بداية عقدة لحظة وسط ثم عنصر أعفواً ثم لحظة نهاية هذه الخطاط الكاملة للقصة القصيرة والتي ركز عليها النديني في تعريفه في القصة الواقعية القصة الواقعية التي كانت تعكيس الواقع فقط أنها تتخذ الموضوعات الأساس كانت تعتمد خطاط سردية كاملة وكلاسيكية هنا فيها لا بد من توفر لحظة بداية لحظة نهاية لحظة وسط لحظة نهاية في القصة الجريبية بعد 1877 تم اعتماد خطاطات ذات نهاية مفتوحة مثلاً حينما نقرأ قصة لبوزفور نجد أن أغلبها لا توفر له نهاية بل لا يس فيه نهاية ما يحشرون دائماً في لحظة في الواحدة الوسط ثم غياب تسلسل طبيعي للأحداث إذن قصة قبل القصة الواقعية فيها ترتيب كرونولوجي الأحداث في أغلب الأحيان لكن في بعض قصص بوزفور لا نجد الزمن حتى حضور الزمن المادي غير موجود وهناك هيمنة لما يسمى الزمن نفسي الزمن نفسي هو الزمن الذي يعبر عن المعاناة ويعبر حتى تصبح الساعة سانة ويصبح اليوم مدهراً إلى غير ذلك يعني أن هناك هيمنة للزمن نفسي عوض الزمن طبيعي الرؤية السردية تعرفون أن الرؤية السردية هي التي نحدد منها علاقة السارد بشخصياته لا بد في القصة القصيرة أن نميز بين الكاتب وبين الراوي الكاتب هو الشخص جريبي الحقيقي الذي يكتب القصة القصيرة هذا الشخص جريبي الذي يكتب القصة القصيرة هو يتخذ راوياً هو الذي يمنح له حرية أو يعطيه تفويض كتابة القصة القصيرة أو قول ما يريد أن يقوله إذن الراوي هو شخصية من ورق الكاتب هو شخصية حقيقية ثم هناك شخصيات بالنسبة للراوي الذي يعرف كل شيء عن شخصياته هذه تسمى يعرف أحلامهما يفكرون فيه إلى غدالك هذه تسمى الرؤية من الخلف ثم الراوي الذي يعرفه بقدر ما تعرفه الشخصيات هذه تسمى رؤية معه ثم الرؤية من الداخل هي يعرفه أقل من شخصياته في القصة الواقعية هيمنت رؤية من الخلف بمعنى أن الراوي يعرف كل شيء عن شخصياته بالنسبة للقصة الجريبية اعتماد الرؤية معه أساساً أو هناك منظور متعدد الرؤى بمعنى أنه يسمده أكثر من الرؤية داخل القصة الوحيدة بسبب الفضاء أو ما يسمى بالمكان أو سميته الفضاء لأن الفضاء لا يتضمن فقط الأمكنة ويتضمنوا الأمكنة سواء في بعدها الفيزيائي أو في بعدها الميتافيزيقي ولذلك في القصة الواقعية كانت هناك فضاءات مرجعية واقعية أو يفترض أنها واقعية بمعنى أنه يتحدث عن عن فضاءة فاس وعن فضاءة ضرب بيضاء وعن فضاءة مراكش إلى غير ذلك أما في القصة الجريبية ففضاءات أصبحت هناك فضاءات أخرى تمثل فضاء الحلم فضاء الدوئيحاءات عميقة أصبح الفضاء وحده دال بمعنى أنه له دلالات عميق عندما يكون الفضاء منغالق مثلاً عندما أتحدث عن فضاء منغالق فدلال على أن هناك المأساة وأن هناك عدوانية وأن هناك ظلم إلى غير ذلك فضاء المنفتح أيضاً له دلالات إلى غير ذلك بالنسبة للشخصيات الشخصيات في القصة الواقعية هي شخصيات واقعية ذات مرجعي حينما نبحث لها عن وجود واقعي نجد لها وجود واقعي أما في القصة تجريبية فشخصيات هامشية القصة القصيرة إذا أردت أن أتحدث عن القصة القصيرة القصة القصيرة إذا منسبة أعتقد أنكم تدرسون ما يسمى بتحليل The Critical Discourse Analysis وهو مبحثم كما تعرفون يحاول أن أن يعيد الاعتبار للمهمش فضلاً عن كونه يذهب إلى ويحاول أن يفضح أساليب الهيمنة والسلطة إلى غير ذلك بعمل أنه له وظيفة أخلاقية القصة القصيرة أيضاً كانت لها وظيفة أخلاقية إذا كانت الرواية أنا أعتبر رواية والشعر هي أجناس أدبية رسمية يعني دافعت عن ما هو رسمي دافعت عن الكبار دافعت إلى غير ذلك بالنسبة للقصة القصيرة هي دافعت عن ما هو هامشي بمعنى تذهبت إلى ما هو هامشي وحاولت أن تدافع عن ما يسمى بالرجل القصير بوتفور حينما يتحدث عن القصة القصيرة يقول هي صوت من لا صوت له وبيت من لا بيت له وهي الطفلة يسميها طفلة لماذا يسميها طفلة؟ يسميها طفلة خالدة يسميها طفلة لأن الطفلة تقول كل شيء بمعنى لا تحترم النظمة ولا تتخوف من كذا ولا تتوجس من كذا بمعنى تقول الأشياء كما هي ولذلك يقول بوتفور بأن القصة القصيرة هي حينما تقرأها تبين لك أن ما كنت تراه في الواقع مربع وفي الحقيقة متلت وليس مربع وما كان مكعباً فهو هرماً بمعنى أن الأشياء التي توجد في العالم الواقعي هي خادعة وأن القصة القصيرة تعمل على إنارتها وإضاءتها ولذلك فالقصة القصيرة كما يقال يا صوت الجماعات المغمورة صوت الجماعات المغمورة لكن بطريقة إيحائية وليس بطريقة مباشرة بطريقة تبئر أو تذهب أو تركز على جزئية نفسية أو اجتماعية ثم تعمق النظر فيها حتى تظهر كأنها مجهر تركز عليها فتظهر بشكل كبير بسبب البناء المعنى أو ما يسمى بتقنيات سردية السرد في القصة القصيرة كان سرداً واقعياً كان حاجة اجتماعية قبل أن يكون حاجة فنية من أنه كان أدباً ملتزماً في القصة الجريبية تحولت لصالح التعبير الفني باعتماد الحلم واعتماد الفانتاستيك ولذلك تعرفون حينما نناقش لماذا القصة القصيرة ذهبت إلى الفانتاستيك العجائبي والغرائبي في محمد بالراداع في قصة حكاية رأس المقطوع يتحدث على أن الرأس قد ينفصل على الجساد وبدأ أن يتحدث ثم تعتمد المسخ بمعنى أن الإنسان يتحول إلى حيوان أو شيء من هذا القبيل هذه في القصة القصيرة الجديدة لماذا؟ لأنها تعتبر أن المجتمع ومجتمع لا يخضع لقوانين ولقواعد معينة إذن فيه لا يمكن فهمه ولا يمكنه فحدث ما يسمى بمشكل لدى المتقف العربي فحاول أن يعبر عن هذه الفوضى التي أصبحت تعمل العالم وتحمل المجتمعات بالغروب إلى الفانتاستيك وإلى العجائب وإلى المسخ إلى غير ذلك في قصة لهالرادي المرأة التي تتحول إلى دوبابة إلى غير ذلك هناك المسخ بمطمر فوز بمعنى أن هناك تحول بنسبة اللغة كانت أيضاً في القصة الواقعية قصة لغة جريبية في عمومها الحالية لها مرجع خارجي أما في القصة الجريبية فهناك حضور للنفس الشعري ولذلك قصة ببناء النفس الشعري من خلال حضور الاستعارات وحضور الشبيهات وحضور أيضاً حتى انزياحات التركيبية والنزياحات المعنوية منعنا حضور قوي لهذه الأشياء ثم فيها اللغة اعتماد لغة دارجة أيضاً حينما نقرأ لزفزاف أو نقرأ لبوزفور نجد أن هنا اللغة المغربية الدارجة حاضرة بقوة بشكل كبير جداً ثم استدعاء الترات استدعاء الأسطورة استدعاء الرمز أساطير أيضاً تم استدعاؤها في القصة القصيرة فأصبحت لماذا؟ لأن الرمز أو الأسطورة هو عبارة يكتف الدلالات يجمع لنا دارة عميقة جداً في كلمة واحدة ولها إيحاءات متعددة بالنسبة للقارئ أختم بهذه النقطة من طبيعة الحال حتى لا أتقل عليكم ما أريد أن أشق عليكم لأن أعرف أن استماع عن بعد هو مكلف إلى حدين ما يحتاج إلى جهد كبير القارئ في القصة في القصة الواقعية هو قارئ عادي قارئ العادي يستطيع أن يفهم القصة بالنسبة للقصة الجريبية تحتاج إلى قارئاً من نوع خاص قارئاً مثقفاً قارئاً يعلم الأسطورة ويعلم الترات ويعلم الفكر إلى غير ذلك ويعلم أيضاً له إلمان بالفلسفة وبالفكر إلى غير ذلك إذن فالقارئ لأن القارئ في هذه القصة مطالب بملء البياض أنا أترك له كقاس مجموعة من البياضات عليه أن يملأها من أجل بلورة ما يسلمه بعالم القصة القصيرة إلى هذه النقطة حتى لا أكثر عليكم كما قلت أنتهي أشكر لكم جزيلاً حسن الإنصات وحسن الإستماع أتمنى أن تكون هذه الورقة قد أتارت الأسئلة أكثر من كونها قدمت أجوبة ولذلك أنا رهنا إشارتكم من أجل المناقشة ومن أجل أيضاً المحاولة التفاعل مع الأسئلة التي قد تطرح شكراً لكم سيد باس إليك الميكو عفوان دكتور عفوان شكراً يا أستاذ الذي أنت ألقيت المعارف الحامة والحارة والحديث عن قصة في المغرب وأن تأثيرها في مجال الاجتماعية والسياسية يا أستاذ نحن نتمتع الوقت كالحلبة وأيضاً نحن في في مجال أي في معادف من القصة القصيرة وتحصيرها في جميع مجال المغرب وشكراً يا أستاذ وأنا أرحب أستاذ أباس وإنه سيدير هذه الندبة تفلل يا أستاذ أباس السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم قد قدم الأستاذ أحمد الوظيفي ودخلته بشكل رائع ومفيد وكان هذا التقديم يعني ملخصاً جداً بالنسبة للسجل السلام ومعارف السلام ومعارف المغرب نحن الآن نحن نحط بالملاقشة حول المشاركين أن يتفضلوا كباحث بسؤال مع الأستاذ يعني الأستاذ قد أشار في مداخلته إلى هوية القصة القصيرة كجمس الأدبي المغرب أوني نوجه سؤال بما يتعلق بهذا يعني أنت أشارت في تقديمك إلى الخصائص الفنية للقصة القصيرة هل هي تتميز بميزات خاصة في المغرب أو كما هي لها لدى القصة القصيرة الأخرى في البلدان العربية الأخرى يعني هذا السؤال يأتي في إطار بمعنى أنكم أقرب بالأوروبا وبفرنسا والمرجعيات الثقافية أنتم تختلف ولذا ما هي الخصائص الفنية الخاصة بالنسبة المغرب لما يطاري القصائص الأخرى تفضل دكتور شكراً دكتور عباس سبارك الله فيك طيب نسبة القصة القصيرة كما تعرفون المغاربة تأثيروا بتقافة الفرنسية بشكل كبير جدا ولا سيما بموباسان بما يسمى بالقص الفرنسي موباسان درجة أن بعض النقاد يقولون بأن القصة القصيرة هي موباسان وموباسان هو القصة القصيرة بمعنى أنه هو من بين المبدعين الفرنسيين الذين أرسوا معالم الحقيقية للقصة القصيرة في فرنسا وبحكم كما قلت هذا القرب الجغرافي وبحكم عملية التاقف بيننا إلا أن ملامح القصة القصيرة الفرنسية قد انتقلت بشكل كبير جدا إلى القصة المغربية لكن موباسان لم يؤثر فقط في القصة في المبدعين المغاربة بل أبدع أيضا في المبدعين المصريين أيضا فمحمود ومحمد تيمور يعتبران بأنهما نسخة طبق الأصل لموباسان بمعنى أنهم تمثلوا القواعد والخصائص المميزة للقصة القصيرة لدى موباسان لكن هذا لا يعني أنه قد تم نقل القصة الفرنسية بحدافرها إلى القصة المغربية لكن يمكن أن تحدث عن قصة مغربية لكن بخصوصيات معينة هذه الخصوصيات تتمثل ربما في الموضوعات المناقشة الموضوعات التي يتم مناقشتها في القطر المغربي هي تختلف عن الموضوعات المناقشة مثلا في فرنسا أو في الجزائر أو في ماسر أو في غيرها والذي يدلل على هذه الخصوصيات هو مثلا حينما نقرأ مثلا أنا أستعير فقط نجيب محفوظ حينما نقرأ نجيب محفوظ فنجيب محفوظ وإن كان يكتب قصة عالمية فإنها قصة بخصوصيات محددة فما كنا لنعرف أزقة القاهرة وشوارع القاهرة ومدن وحانات القاهرة وحارات القاهرة لو لا نجيب محفوظ المعنى أن نجيب محفوظ ويكتب بآليات فنية عالمية لكنها دات خصوصية مصرية انطلاقا من الموضوعات التي يناقشها وانطلاقا من المواضيع التي يستدعيها بالنسبة للخصوصيات أنا أعتقد هل يمكن أن تحدث عن قصة مغربية أم قصة في المغرب؟ أنا أعتقد أنه يمكن أن تحدث عن قصة في المغرب ولا يتعني قصة مغربية قصة أنتجت في المغرب وليست قصة مغربية من أن القصة المغربية تتقاطع مع القصة الفرنسية تتتقاطع مع القصة السوفياتية أيضا تمanya استفادة منه في الأدب المغربي يتتقاطع أيضا مع القصة المصرية إلى غير ذلك إذن هناك تقاطعات عوض الحديث عن خصوصيات محددة وإن كانت هناك خصوصيات فالسنوة فقط لموضوعات وتتهم فقط الموضوع الذي تمت مناقشته أو مادة القصة القصيرة وليست العناصر الفنية للقصة القصيرة لأن مثلاً أعطي مثال تفضل دكتور عباس تفضل فقط الفانتاستيك الذي تمت العجائبي والغرائبي هناك من يترجمه لأن الفانتاستيك بالفرنسية هناك من يترجمه إلى اللغة العربية أو ينقله مباشرة فيه يسمي الفانتاستيك هناك من يترجمه بالعجائبي وبالغرائبي العجائبي والغرائبي هو موجود في التقافة العربية في قصة تربيع والتدوير هناك عجائبي وغرائبي بحيث أنه يذهب إلى الجنة وإلى النار فيسأل الشعارة إلى غير ذلك إذن هي أصيلة ولكن في القصة القصيرة تم استدعاؤها ليس فقط من هذه الأصالة ولكن أيضاً تم استدعاءها أيضاً من القصة القصيرة الفرنسية التي كانت تستدعي الفانتاستيك وتستدعي الغرائبي وتستدعي العجائي تفضل دكتور عباس أجد مشكلة في سماعك شكراً دكتور على هذه الإجابة مرحباً المقنعة أولاً دكتور عبيد يوبي وهو يريد لديه تساؤلات ولتفضل مشكوراً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور محمد عبد أستاذ مستعد بقسم اللغة العربية بكلية فاروك مرحباً دكتور عبيد في بداية المقال أنا أعبر خالص الشكر وفائق الإمتنان للدكتور أحمد الوليفي للمشاركة والمداخلة في هذه الندوة الافترالية وثانياً أنا أوجه أريد أن أوجه سؤال بسيط أو استفسار بسيط سؤالي أنا هكذا كيف يمتاز تطور القصة القصيرة في المغرب عن الدبل الأخرى المغربية الدكتور كيف تقارن التطور القصصي في الدبل المغربية والدبل الخليجية؟ شكراً شكراً دكتور عبيد شكراً على السؤال وسؤال عميق في الحقيقة وسؤال يقتضي قراءات وقراءات من أجل إعمال هذه المقارنة ولسيما بين المقارنة الداخلية إذا شئت على مستوى دول المغرب العربي ثم على مستوى الخليج أنا أعتقد أنه بالنسبة للمغرب تونس والجزائر المرجعيات كما قال الدكتور عباس هي تختلف عن مرجعيات مصر ودول الخليج المرجعيات التي لدينا نحن هي مرجعيات فرنسية بالأساس بحكم أننا كنا مستعمرين من طرف فرنسا بنسبة لدول الخليج ومصر إلى غير ذلك هناك مرجعيات غربية إلى غير ذلك إذن هناك استفادة من المرجعيات الغربية لكن أستطيع أن أقول بأن القصة المغربية القصة في المغرب هي أحدثت تراكم كبيراً جداً على مستوى عدد المجامع القصاصية المنتجة ولا سيما بعد فترة 1956 يعني بعد الاستعمار بعد الاستعمار حدثت تراكم كبير جداً وتعرف أن التراكم على مستوى القصة القصيرة هو تراكم غالباً ما يكون منتجة عندما أراكم بمعنى أنني أنتج وبالتالي لا بد أن تتواجد الجودة ولا غروة في ذلك أنا أعطي مثلاً قصص لأحمد المديني التي ترجمت إلى الفرنسية وترجمت إلى إسبانيا وإلى لغات أخرى قصص أحمد بوزفور التي الآن تجدها أنها تدرس في أعتالكليات مثلاً في الخليج وفي دول العربية أخرى يؤمن أن القصة المغربية هي استطاعت أن تتجاوز الحدود أنا أعتقد حتى الخصوصية أعود إلى الخصوصية دكتور عباس نسبة الخصوصية أنا أعتقد أن خصوصيتك لا تتمثل في انغلاقك وفي انحشارك وإنما خصوصيتك تتمثل بقدر إسهامك في البناء العام للقصة في العالم أو على الأقل في العالم العربي لا يمكن أن تنتج خصوصية خاصة وأنت منغالق أنت تنتج خصوصية خاصة من خلال إسهامك في هذا الجنس انطلاقاً من إنتاجات وإبداعات سواء على مستوى الإبداع أو على مستوى النقد بمعنى أن المغرب أحدث هذه الخصوصية من خلال تركيم ولذلك أنا طلعت على بعض الأطاريح التي أنتجت في الجزائر هي تناقش وتتخذ القصة القصيرة المغربية موضوعاً لها أيضاً في دول أخرى ولكن على كل حال المغرب أنا أعتقد من مقارنة مع الخليج حتى لا أكتون متحاملاً أعتقد أن المغرب هو أحدث تراكماً كبيراً مقارنة مع دول الخارج ربما نظراً للصبق للصبق إلى الاهتمام بالقصة القصيرة وخير دليل على ذلك وأن في المغرب هناك أكثر من جمعية هناك جمعيات متعددة هناك نوادي متعددة للقصة القصيرة تنظم سنوياً منتديات للإبداع وتنظم أيضاً مصابقات للإبداع في القصة القصيرة وهذا هو الذي طبعاً يحدث يحدث التراكم ويحدث الفرق من طبيعة الحال ويجعل أو ينتج ما يسمى بالخصوصية المغربية هذه الخصوصية التي يمكن أن أقولها بقناعة أنها قدمت مجموعة من اللابينات في بناء القصة القصيرة ولا أذل على ذلك من أن دكتور عباس هو أنتج وطروحته في الإنتاج السردي لمحمد زفزاف سواء في القصة أو في الرواية وبالتالي هناك معنى أن هناك هناك إشعاع من عالمي إلى حتينا شكراً لك دكتور عابد يعني أرجو ممن لديه التساؤلات أن يكتبوا أسماءهم في خانة الرسالة تفضلوا ممن لديه تساؤلات والاستفسارات محمد شميم نزامي معنا ولديه استفسار فليتفضل مشكوراً دكتور محمد شميم دكتور دكتور محمد شميم شميم أنا أعتقد دعني أبدأ بسؤال آخر واستفسار آخر أنا أرجو من جميع المشاركين أن يتفضلوا وأن يتقدموا إذا لديهم أسئلة والاستفسارات دكتور يعني قد تعلمت أن النحلة الأدبية قد تأخرت تأخر وصولها إلى بلاد المغرب وهذا التأخير ألا هذا أثر في تتور الأدب العربي بالمغرب إيجابياً أو سلبياً افتحوا مايكروفونك افتحوا مايكروفون افتح نعم شيد ليس بل تعرف أن المغرب هو خضى عالي للتطور الذي خضعت له أوروبا ولكن بشكل متعاقب وليس بشكل متزامن بشكل بعدي تعرف أن المغرب أن أوروبا فلسيما فرنسا التي نستمد منها كل مقولاتنا قد بدأت بالكلاسيكية ثم الرومانسية ثم الحديثة إلى غير ذلك فترات متعددة وفي قرون قديمة المغرب لم تصله الكلاسيكية مثلاً على مستوى الشعر أو الشعر الكلاسيكي إلا في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 ولسيما في بداية القرن 20 خصوصاً لأن تعرف كما تعرف أن الأدب العربي بصفة عامة قد عرف نوعاً من الركود بين قوسين والجمود ولسيما في عصور ما يسمى بعصور الحطاب ولكن تمت الاستفاقة كما هو معروف في عصر النهضة ولسيما بعد غزوة أو هجوم بورنابارت أو حملة بورنابارت في مصر حينما جاءت حملة بورنابارت الفرنسي في مصر فوجئ العالم العربي أو استيقظ من غفلتي فوجد أن العالم الغربي هو متطور بشكل كبير جداً بشكل مهوي لدرجة أن الصدمة يمكننا أنسميها بصدمة لحاداتها فكان هناك تساؤل معروف ولماذا تطور الغرب وتخلفنا نحن كعرب كانت مجموعة من الأجوبة من بين الأجوبة التي طرحت هو سؤال العودة إلى الترات وسؤال العودة إلى الترات هذا قد عم كل الميادين وكل المجالات ولعل مجال الأدب من بين المجالات التي استأثرت بذلك فكان الجواب لا بد من العودة إلى الترات الأدب العربي فحدثت ما يصنب الكلاسيكية بمعنى أن شوقي والبارودي إلى غير ذلك كشعراء مصريين وكشعراء مغاربة مثلا الفاسي على الفاسي وغيره من الشعراء المغاربة قالوا لا بد من إعادة إنتاج شعر يشبه شعراء الشعر القديم المتنبي ومرؤ القيس الشعر الجاهلي والشعر العباسي والشعر الأموي إلى غير ذلك يعني أن لكي نتقدم لا بد من العودة إلى الوراء ثم جاء بعد ذلك مباشرة جاءت مرحلة ما يسمى المرحلة الرومانسية وهي المرحلة التي قالت بأن شعر العربي منذ القدام كان لا يرد لا يهتم بذاته كشاعر بمعنى أن شاعر كان دائما يمجد الآخر في المدح نحن نمجده الآخر في الهجاء نهجه الآخر في الوصف نصف الآخر يعني أن الشعر توجه إلى الآخر وأهمل الدات الدات التي هي أصل الإبداع الإبداع ينبطق من دات معينة فقالوا لا بد من إعادة الاعتبار للدات بناء على ما تم في أوروبا فتم ما يسمى فحدث ما يسمى بالشعر الكلاسيكي أو ما يسمى الرومانسية أو الرومانسية التي لا تهم فقط الشعب وإنما همت مجالات أخرى أدبية أخرى ثم بعد ذلك ولا سيما بعد هزيمة 48 ثم هزيمة 67 هذه الهزائم المتتالية أثرت في البيئة العربية فتمت التورع للتراث بكله فأنتج لنا ما يسمى بالشعر الحديث هذا الشعر الذي كسر الشعر القديم سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون وتم إنتاج إبداعات جديدة إذن تلاحظ بأن ما حدث في أوروبا هو انتقال إلى العرب الآن ننتقل إلى المغرب المغرب في الحقيقة أنا أتفق معك دكتور عباس على كون اللحبة الأدبية تأخرت في المغرب حتى الكلاسيكية والرومانسية والشعر الحديث وخصة الكلاسيكية والرومانسية يتأخرت لماذا؟ لأن كما قلت سؤال مهضة وترح في مصر أساساً وترح في مصر أساساً وذلك كان الشعراء الأوائي الذين كسبوا في الكلاسيكية هم شعراء مصريون ثم بعد ذلك في الرومانسية حدثت نتيجة ماذا؟ الرومانسية حدثت نتيجة التقاء بالغرب ولسيما مدرسة الشعر الرومانسي ولسيما جبران خليل جبران وإليا أبو ماضي إلى غير ذلك التي حاولت أن تبدع وأيضاً إليا أبو ماضي أعفاً جبران خليل جبران وكتب أيضاً في مجموعة من القصص يمكن أن اسميها قصصاً قصيرة ويتختلف عن النموذج الذي كان سائداً لذلك في المغرب في الحقيقة هو متأخر عن مصر في اللحظة الأدبية المتعلقة بالقصة القصيرة لأن يمكن أن نعتبر أن محمود ومحمد وإدريس السؤال الكروس الكونية هو هذا هم من السباقين إلى كتابة القصة القصيرة قبل المغرب المغرب لحظة لحظة أتت متأخرة ربما أتت نتيجة لحظة الحداثة لأن لحظة الحداثة نحن تأخرت عندنا بمقارنة مع مصر مصر حملة بونابارت كانت في قرن 19 بينما نحن لم تتم إلا في قرن العشرين ولا سيما في 1912 وما بعدها بمعنى أن الصدمة أتت من بعد والصدمة التي تؤدي إلى الاستفاقة وإلى مراجعة الدات إلى غير ذلك وبالتالي هذه الاستفاقة حدثت متأخرة ولكن بعد ذلك تم تركيم وتراكم وإنتاج غزير جدا حتى الجامعة في المغرب حتى أكون صريحا الجامعة في المغرب هي جامعة متأخرة مقارنة مع مصر بسنوات جامعة في المصر متقدمة جدا جامعة في المغرب لا أعتقد أنها ظهرت إلا في الخمسينيات أو شيء من هذا القبيل ثم هذه الأشياء كلها يأثرت في تأخر طبعا ظهر على الأقل القصة القصيرة القصة القصيرة في المغرب ولكن بعد ذلك كما قلت حدث هناك تراكم تراكم كبير إلى حد ما يمكن أن نقول كما قلت قبل قليل بكل طمئنان أن المغرب قد أسهام على مستوى القصة القصيرة أبو زفور هو أوصل إلى العالمية من خلال مجامعه القصصية يمكن أن نقول بكل طمئنان أن المغرب أسهام إلى حد دين ما وضع لابينات على مستوى القصة القصيرة في العالم العربي إلا أن نقول في القصة القصيرة العالمية قد أبو زفور أبو زفور أبو زفور شكرا معنا دكتور محمد نزامي فليتفضل مشكورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور أبو زفور صوتي يصل لكم نعم أسمع شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة وكذبا للمنسبين خاصة المحاضرة القيم الذي أدخل محاضرة حوله هذا الموضوع أصلا عندنا قلة الاهتمام بالأدب المقربي خاصة لدي استفسار يعني كما تحدثتم عن النهضة وعن النهضة دقون القنون المتحدثة في البلاد المقربي يعني السؤال دكتور محمد أبو زفور كان يعني رائعا جدا مصر كانت منفتحة لقبول النهضات ليس بدخول الفرنسيين فقط الفرنسيون إنما جاءوا هم جاءوا بوسائل هم يعني أخذوا هذه الوسائل وطوروها وأخذوا هذه النهضة ماذا يعني هناك أدباء كبار عندكم يعني مثل علال الفاسي عبد الكريم قلاء الذي يعني أعتبره لا أعتقد ماذا عندكم لكن أعتبره رائد قصص الآذبية يعني الكتابة القصصية في المقرب عبد الكريم قلاء وغيرهم عدة قصص قصص قصيرة وله برعيات كثيرة يعني من فضلك صلت بعض الزو على هذا شكرا جزيلا شكرا للمنسقين لذلك الله شكرا خاص لأستاذ محمد نظامي يبدو أنه على طلاع كبير بالأدب المغربي في الحقيقة يمكنني أن أقول بأن عبد الكريم غلاب وحده هو بين قوسين هو آية في القصة القصيرة على كل حال ولذلك أنا مؤخرا قرأت أعتقد لظاهر الأدب المغربي للجراري وحين يتحدث عن غلاب يقول الغلاب هو بقامة بقامة نجيب محفوظ في مصر ولكن للأسف أن غلاب لم يتم تسليط الضوء عليه على إنتاجه الأدبي وإنتاجه الفني بقدر ما تم تسليط الضوء مثلا على وفي حقيقة هناك عقدة كما يقال هي مطرب الحي لا يطرب عقدة عقدة الدات مطلب الحي لا يطرب أربما حتى الدراسات لأن ما الذي يحرك الانتاج ما الذي يحرك الإبداع ما الذي يحرك النقد ما الذي يحرك القراءة يحركها الجامعات والجامعات إذا لم تتخذ هؤلاء الأعلام موضوعا للدراسة فلا يمكن أن يتم ذلك صحيح أن كريم غلاب ومن بين الأدباء الذين أغمطوا حقهم كثيرا جدا أما عباس الفاسي على العكس من ذلك عباس الفاسي ولقيت شعره ولقيت كتاباته ولقيت مقالاته ولقيت قصصه ما كتب اهتماما كبيرا بحكم الانتماء الانتماء السياسي الذي كان للفاسي إلى حسب استقلال إلى غير ذلك وإلى الحضوة التي كانت لأهل الفاس أنا ذاك أما عبد الكريم غلاب فهو من بين الهامة وفهو هامة أدبية مغربية الحقيقة هي أغمطة حقها بالنسبة لوجود مواد حول الكتابة المغربية حول الكتابة المغاربة في الأنترنت والله لست أدري من المسؤول عن هذه الأولى أن حتى أعتقد أن حتى الاهتمام بالأنترنت نحن في غرب إلى سنوات قليلة كان يعتبر التوتيق من الأنترنت عيبا بحتيا إلى سنوات قليلة ولازال هناك في الجامعة المغربية من يعتقد من المشرفين الأسادي المشرفين الذين لديهم تفكير تقليدي يعتبرون أنك إذا وطقت من الأنترنت وعترت على مقالة في الأنترنت ووطقت منها يعتبر ذلك بنظر إلى المرجعية الفرنسية أنا أقول رجعي المرجعية الإنجليزية التي لديكم أنتم مرجعية متقدمة عنا بشكل كبير جدا سواء في التوتيق سواء في حتى في إتاحة المراجع والمصادر إلى غير ذلك حينما أبحث أنا بالإنجليزية أجد أن هناك سخاء بحثيا لكن في الفرنسية هناك إشكالات حقيقة عميقة في هذا الباب بالنسبة لسؤال نهضة أنا أتفق معك دكتور محمد نظامي صحيح أن سؤال نهضة هو طرح طرح ولكن مع الحملة بونابارت كان هناك صدمة صدمة للكيان العربي أنا ذاك في مصر وإن كان حتى هو وفي حقيقة بونابارت أو الحملة الفرنسية هي حملة ذات ذات بعدين هي حاولت أن تدفع بالعالم العربي إلى الاستفاقة ولكنها كبحت النهضة في نفس الوقت هي كبحت النهضة أو كبحت تلك التصورات النهضوية التي الجابري يقول بأن العرب الذي حال دون تقدمهم ودون نهضتهم ليس العامل الداخلي بالأساس إنه العامل الخارجي الذي كبح وما نعادون أن تكون هذه النهضة واتكون هذه التوى شكرا على السؤال الذي أتر طبيعة حال الجمعة من الحضايل معنا محمد هشام من المغرب ويريد أن يطرح سؤال فلا تفضل مشكورا محمد هشام من المغرب وإلا ننتقل إلى دكتور محمد سيراج فلي أتفضل مشكورا محمد سيراج دكتور دكتور محمد سيراج محمد سيراج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام سيراج لدكتور أباس ومن أن دهز هذه الفرصة لتحنية منسك هذه الفبنار وقد قدم المحاضر ورقته تقديما وافرا إندي استفسار بسيط ما أثر كوبيد في العدب العربي في المغرب كيف أثر هذا كورونا في عدب المغرب هذا فقط اسمو دكتور افتح ميكروفونك الدكتور أحمد المظيفي افتح شكرا دكتور سيراج على السؤال وسؤال ذكي جدا وسؤال له راهنيا من طبيعة الحال في الحقيقة في أقل من في أواخر رمضان كنت قد ضيفا على دكتور عباس ويعرفوا ذلك ضيفا على جامعة البليدة الممتد البحوط إلى غير جامعة البليدة وقدمته مداخلة بعنوان الاستعارات التي ترعب من الاستعارات المرتبطة بكوفي متافور ذات ذات سكيلز التي كتبها جورج لايكوف أنا أنا نسجت على مينوالي فأنت محضرة بعنوان الاستعارات التي ترعب من الاستعارات ترعب ولا شك أن أنا أعتقد أن ما تم إنتاجه من مقالات ومن إبداعات شعرية ومن قصص أنا أطلع عليها فقط على الفيسبوك على الفيسبوك ولا سيما الشعر الشعر تم إنتاجه بشكل كبير جدا في هذا الزمن البسيط المرتبط بأشهر الحجر الصحي أقول بأنه يكاد يضاهي أو يفوت ما تم إنتاجه السنة الماضية كلها إذن ما تم إنتاجه وكان إنتاجا غزيرا جدا في الشعر سواء الشعر الذي يتندر بمعنى يحاول أن يستهزئ بكورونا أو الشعر الذي يحدث ما تم التغييرات التي أحدث هذا الفيروس القاتل في الإنسان العربي وإنسان المغربي بشكل خاص ولشك أن هذا الإبداع الشعري قد ساوقه إبداع قصصي بمعنى أن هناك إنتاجات قصصية طلعت على القليل منها ولسيما على شبكة الأنترنت لكن أنا أعتقد أن في الفترة الحالية ليست لدينا معطيات تجعلنا نحكم وهذا هناك تراكم أم لا ولكن الذي أستطيع أن أقول أن هناك إنتاج صحيح على مستوى القصة وعلى مستوى الشعر وعلى مستوى المقالات التي كسبت حول هذا الفيروس القاتل لأن أنا أعتقد أن الجبهة التقافية ولسيما الجبهة الأدبية هي جبهة أساسية جدا من أجل محاربة المرض لا يمكن أن نحارب المرض فقط بما هو مادي منطلق من الأطباء والأطقم الطبية إلى غير ذلك ولكن المرض يحارب عن طريق الأدب الأدب هو عبارة عن دواء من أجل الاستشفاء من هذا المرض وعلى الأقل من أجل برء الخوف الذي نستشعره جميعا ويستشعره الجيل الناشئ ومعنى الأطفال بصفة خاصة والكتابة حول هذا المرض هي من باب إذا أردت أن أستعر المفهوم الفريدي فريد هي من باب إزاحة هذا الكبت الداخلي الذي وجده بيننا نتيجة الخوف الذي أنتجه هذا الفيروس القاتل أعتقد أن هناك تراكم على الشعر هناك تراكم حقيقي القصة القصيرة هناك بعض المنتجات أعتقد أن الوقت لا زال مبكرا للقول هل هنا إنتاجات كافية هل استطاع أن يحرك أقلام الأذباء من أجل كتابة القصة القصيرة أم لا هذا أعتقد أنه صادق لأواني ثم هناك شكرا نعم معنا الأخ من المغرب دكتور عباس معنا دكتور عباس فضل فضل وإنشاء من المغرب شكرا جزيلا الدكتور عباس وشكرا على كل من صهر على تنظيم هذه عد اللقاء التقافي العلمي الرائع مع الدكتور الصديق والأخ والرفيق في المهنة سيد أحمد الوظيفي فأنا مفتش لتربوي للغة الفرنسية وأحب أن أتقاسم معكم هذه اللحظة فالقصة القصيرة فهي تلك الفتاة الجميلة والخفيفة التي تحمل رسالة ذات دلالات متعددة وتستهوي القراء وخاصة في هذا العصر الذي يعني كثيرا ما لا يوجد الوقت عند الناس وتقتصر في كل شيء في الزمان والمكان والأحداث وحتى في أشكال السرد أو تقنيات السرد كما حددها المتخصص في النقد جراغ جونت كالاسترجاع والاستشراف تكون بالاناليبس والابوليبس ولا تستغرق في كثرة الوصف فيتعتمد على المسح أو باللغة الفرنسية إلا أنه لا بد من التمييز بين شيئين أساسيين في هذا الجنس الأدبي يعني في القصة هناك القصة القصيرة والقصة القصيرة جدا إلى نوفال وهذا القصة القصيرة جدا حول القصة النووية فهي بدأت تغزو أيضا الساحة الأدبية كذلك في العالم كله وفي المغرب أيضا فقد صراحة كان جميلا عندما يعني ميز الأستاذ محاضر صديق بين القصة المغربية والقصة في المغرب صراحة يمكن الحادث على القصة في المغرب نظرا للاختلافات الاستيتيقية التي تتبع هذه الجنس لأنه لكي نتحدث عن القصة المغربية لا بد أن تكون لها هوية وتصيفات معينة كجنس أدبي قائم وابتالي هناك سؤال بسيط هل يمكن بالفعل أن نتحدث عن قصة مغربية خالصة وشكرا لكم أفوان أحمد تفضل ذكر شكرا سيشام أتشرف بسؤالك الذي في حقيقة ليس سؤالا ولنما إغنائي للنقاش في الحقيقة عندما قلت بأن القصة القصيرة هي فتاة سهوية القراء هي فتاة فعلا لماذا؟ لأن أحمد بوزفور نفسه يسمي القصة القصيرة يسميها الفتاة الخالدة بمعنى تلك الفتاة التي لا تشيخ واستعارته لإنفهم الفتاة أو للطفل الصغيرة هو استعارة دالة على اعتبار كما قلت قبل قليل بأن الفتاة أو الطفل الصغيرة هي لا تهتم بالطقوس ولا بالتقاليد ولا تهتم بأي شيء فيتقول ما يحلو لها متى شاءت ومتى أرادت ذلك ليست شأنها شأن الكبار الذين يتقيدون بالطقوس إلى غير ذلك أو يرتدون أقنعة إلى غير ذلك لا ترتدي أقنعة يتقول كل شيء بصراحة وبصدق وتحاول أن تعري الواقع أن تفضح المسطور أن تفضح هذه الأقنعة التي نرتدي بالنسبة للقراءة هناك فترة القراءة أنا قبل قليل حينما تحددت عن القصر قلت مثلا ألمبو يحدد القصة القصيرة يجب أن تقرأ مثلا في ربع ساعة أو يقول أو نصف ساعة أو ساعة إلى ساعتين وهناك من يحدد فيقول إنها تقرأ في جلسة واحدة جلسة واحدة معناها تجليس جلسة في ساعة تقرأ القصة القصيرة هناك من حدد طولها في ستنة كريمة ثم بالنسبة التقنيات السردية بالنسبة المسح ما سماه سيشام المسح هو ما يسمى بالحدث يعني أن القصة القصيرة لا تقول كل شيء يتلمح التلميح يتلمح ولا تصرح يتلمح ولا تصرح لا تقول كل شيء يتلمح فقط ولا تصرح وعليك أن تقارئ أن تكون فطنا بمعنى أن هناك تقى في فهم القارئ بمعنى أنها لا تتوجه إلى ذلك القارئ الخامل يتتوجه إلى القارئ النشيط الذي يتورها يجعلها تطور ويجعلها تقول الأشياء التي تضمرها بمعنى أن هناك اقتضاءات أن هناك اقتضاءات بمعنى أنها تترك لك حرية المحاولات الإتمام ما هو ناقص بالنسبة للقصة القصيرة جدا القصة القصيرة جدا هي بنت القصة القصيرة أنا أقول ووفقا للمنطق الذي تحدثت بي قبل قليل المنطق المقولات المقوالة أو منطق المقوالة القصة القصيرة يستميز بالقصر ولكن إلى حد محدد لكن المبدع يحاول أن يخرج عن خاصية القصر فينتج قصصا أقل أصغر 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 فتصبح هذه القصة فيها مش مقولة القصة القصيرة وحينما يلاحظ الناقض أنها تراكمت وتكاترت وتكاتفت تتير انتباهه فيعمل على تجنيسها فيسميها القصة القصيرة وهناك القصة القصيرة جدا بل هناك من يسميها السرد الوامض أو السرد الومضة السرد الومضة يمعنا ومضة فقط أصغر أصغر أو سرد إذا هو سرد وامضة ولا إسترد الت rebels هم لأ بدأ ي من المصبود الأصغر من صباح المقصة زالة حينما استغر Crown تفضل traveled فقط باللغة العربية قصة القصيرة المغرب تكتب باللغة العربية تكتب باللغة الأمازيغية أساساً اللغة العربية الفصيحة واللغة الأمازيغية وتكتب باللغة العامية وتكتب أيضاً باللغة الفرنسية وهناك الكتاب يكتبون القصة القصيرة باللغة بمعنى أن نحتاج على مستوى اللغة ليس هناك لغة واحدة هناك تعدد لغوي ثم على مستوى المنتج بمعنى على مستوى القصة القصيرة التي تم إنتاجها هناك تعدد لا يمكن أبدا أن نتحدث لماذا؟ لأن طبيعة الإبداع هكذا الإبداع يجب عليه أن لا يعيد الإنتاج المبدع ليس آلة نسخين المبدع هو آلة يضيف ويزيد ويحاول أن يقسر هذا القالب وأن ينتج قالباً آخراً إلى غير إدار تفضل دكتور عمام معنا دكتور محمد فضل الله شريف فليتفضل مشكوراً سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أنا دكتور محمد فضل الله شريف رئيس هيئة الدراسات العربية الشرقية بالجامعة الثمانية أهلاً سهلاً مرحباً بكم يستاذنا الكريم لدى استفسار بسيط ما هي إسهامات النساء في القصة القصيرة شكراً 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 دكتور فضل الله سؤال في غاية الأهمية سؤال ولسي أن المغرب الآن يراهن على ما يسمى بالمناصفة ويراهن على ما يسمى بالتمييز الإيجابي حقاً في المغرب هناك مبدعات كتور جداً أنا أستحضر مثلاً خناتة بن نونة خناتة بن نونة هي من بين القصاصات أو المبدعات في القصة القصيرة الكتور الكتور الذين أنتجوا للنساء هناك يمكن أن نتحدث عن قصة قصيرة نسائية يعني أن هناك مجموعة من الزهور قرام أيضاً هي من بين المبدعات في القصة القصيرة سواء على مستوى الإبداع أو على مستوى النقد وبالتالي في المغرب هناك تراكم على هذا الجانب يعني أن هناك بشكل كبير لحب الدينما لأن المرأة في طرح قضاياها إلى غير ذات لا يمكن أن ينوب عنها الرجل وبالتالي هناك إنتاج قصصي أكد أن أقول بأنه يحدث بين فينتي والأخرى تراكماً لا تحضروني الأسماء الآن ولكن أستحضر زهور قرام أستحضر هنا تبنون من الرائدات في القصة القصيرة ثم هناك أخريات غيرهما فضل دكتور عباس نعم نحن في الحقيقة في نهاية المطاف للمناقشة لقيقة والمناقشة لا تنتهي حول الأدب المغربي هو أدب جديد بالنسبة لنا نحن الباحثين والطلبة في فيلاية كيرلا الهند يعني الآن الساعة الرابعة حسب التوقيت الهندي هنا أنا أعتقد أنا أعرف هناك كثير من التصاؤلات والتعليقات لدى المشاركين ولكن لا نستطيع في هذا الوقت أن نسمح الجميع للتقدم إلى الأمام وأشكرني في هذه الآونة للأستاذ أحمد الوظيفي على تلبية دعوتنا بدون تردد وأنا أرجو من الأخ الشبير أن يقدم كلمة الشكر رسميا دكتور أباس نعم تفضل تفضل دكتور عبد الجبار سيسي وحضر الأستاذ المساعد في قسمنا وإنه سيعبر كلمة شكر نعم نعم صحيح عبد الجبار الأخ إن شاء الله سيقدم كلمة الشكر فليتفضل مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه جمعين من بعض أيها العزاء إن أهل قسمنا للغلاء رضية للماجستير بكلية السرسيد في أقصى غاية الفرح والسرور لصداعة أقضي برنامج مثل هذا الوبناء ونرجونا جميعا تدستفقكم بمعلومة كافية حول الموضوع القصة القصيرة في المغرب المقولة والاتجاهة الفلية والآن مسؤوليتي هي أن أقوم بين أيديكم بكلمة شكر أولاً أعبر خلاس الشكر والإمتنان من عميك القلب بسيد داتور أحمد الوليتي أكادمي المغربي وتربوي الخديث لتقديمي ورقته المفيد لكل من يحب اللغة ربية وآبابها وعبو الله سبحانه وتعالى ليوافقه لخدمتها في لغة بكل سحتي والعافية والسرور شكراً جزيلاً يا أستاذ أحمد الوليك وبعض ذلك أريد أن أخبر الشكر لأميك القلب لتقديمي ورقته لأميك القلب ورقته لأميك القلب لتقديمي ورقته لأميك القلب بطور أحمد الوليك ثم أخيي العزيز وزميلي القدير بطور أباس كيبي لإستعداده رئيساً لهذه الحفلة المباركة بكل سهل وبدون أي ملايك وآخيراً أنتم العزاء والعلماء والساتذة والمحالرون والمعلمون والباحثون والقلب والعام من شتى أنحي العالم ومن شتى الولايات الهند ومن شتى مفاتعات قرلا لمشاركتكم اللخينة ولمساعدتكم العالمة وعبو الله سبحانه وتعالى ليباركنا بكل الأمني والسلام وآخر بعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم دكتور عباس دكتور عباس هل بكلمة أه تفضل دكتور عباس تفضل شكراً وشكراً لجميع البشاريكين في هذه الندوة إسمائل سار إسمائل سار دقيقة دقيقة أحمد الوظيفي وتكلم تفضل طيب بدوري وعباس الفائق تناني الحار لكم على هذه الدعوة الكريمة التي تشرفت بها في الواقع سعدت كم كانت سعادتي كبيرة حينما وجه لي دكتور عباس الدعوة لأنه لأنني رغم لقاء القصير به في الجزائر التمست فيه الباحث الرصين وارتمست فيه الإنسان الصادق الصدوق ولذلك لم أتردد في إجابة دعوته أتمنى كما أوجد الدعوة لدكتور عابد ولدكتور إسماعيل رئيس قسم اللغة العربية وللسيد العميد ولكافة الأساتذة والمشاركين الذين أتروا هذا النقاش والذين حضروا هذا النقاش أتمنى أن تفتح هذه المداخلة شهياتكم على الأدب المغربي وأن تتخذوه موضوعا للدراسة ثم أقول أخيرا أنا رهن إشارتكم أنا رهن إشارتكم متى شئتم بمعنى أنني على استعداد للإسهام إطراء النقاشات في تقديم مداخلات في متى شئتم ذلك في تقديم المساعدة لمن يريد أن يشتغل على الأدب المغربي أتمنى لكم كل توفيق أنا فخور جدا بكون اللغة العربية تتحرك هناك في في بلاد الهيند وهناك من يشتغلون عليها ويتخذونها موضوعا للدراسة وللأبحاث المعمقة أتمنى لكم من قلبي كل توفيق والسداد في خدمة العلم وفي خدمة العلماء أشكركم جزيلا بارك الله فيكم دكتور بارك الله فيكم نعم دكتور إسماعيل شكرا يا أستاذ أحمد الوظيفي والمشاركون في هذه الندوة خاصة لأباس دكتور أباس وإنه أدار هذه الندوة وشكرا لجميع أسلام عليكم ورحمة الله السلامة بارك الله فيكم دكتور بارك الله فيكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة